أهلا بكم من جديد أصدرت محكمة مصرية اليوم محكاما مشددة تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة عشرين عاما على سبعة رجال متهمين في ثلاثة قضايا التحرش جنسي بوسط القاهرة أثناء الاحتفالات بفوز وتنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة الشهر الماضي كما قررت المحكمة إخضاعهم للمراقبة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء فترة عقوبتهم جاءت أحكام القضاء بحق قضية تحرش التحرير بمعقبة خمسة متهمين بالمؤبد والسجن عشرين سنة لأربعة آخرين بمثابة رد اعتبار لنساء مصر وبناتها وكرامة هند التي أهدرت على يد الذئاب البشرية بحسب وصف المستشار محمد الفقي رئيس المحكمة حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة المتهمين عمر محمد فهيم علي ويوسف زكري عبدالله عبد السلام بالسجن المؤبد عما هو منسوب إليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية ثانيا بمعاقبة المتهم كريم محمد مصطفى محمد ناصر بالسجن لمدة عشرون سنة كانت النيابة العامة قد حالت إثني عشر متهما في خمسة قضايا للمحاكمة كما بعد أن وجهت لهم اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجن عليهن بقصد تخويفهن والاعتداء عليهن نحن نفعب بالنقد وأعتقد أن الحزر حكم واجب الإلغاء أو مرجح الإلغاء أمام محكمة النقد وأظهرت لقطات فيديو عرضت على موقع يوتيوب إمرأة مصابة بجروح وهي تجر واستحجد من الناس باتجاه سيارة إسعاف وأصارت اللقطات غضبا شعبيا كبيرا في مصر وشجعت الكثيرات من الضحايا على التقدم ببلغات وتعد هذه الأحكام هي الأشد على الإطلاق في تاريخ قضايا التحرش الجنسي في مصر وربما تحد من المخوف بشأن عدم بذل السلطات في مصر الجهود الكافية للقضاء على تلك الظاهرة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجهات لوزير الداخلية محمد إبراهيم بضرورة التصدي للتحرش الجنسي عقب القبض على المتهمين السبع كما قام بزيارة الضحية في المستشفى ووقعت الاعتداءات أثناء الاحتفال بتنصيب السيسي في ميدان التحرير في الثامن من يونيو الماضي وجددت القلق بشأن التزام مصر بمحاربة العنف الجنسي وللتعليق على هذا الملف ينضمنا في السيديو الدكتور محمد عبد الغني عضو الكلية الملكي لإطباء النفسيين في بريطانيا ورحب بك دكتور محمد بداية بحسب منظمات حقوقية ودراسات أعدت بخصوص جرائم التحرش تأتي مصر بمرتبة الثانية كأسوأ ملف لجرائم التحرش بعد أفغانستان بالعالم ما تعليقه؟ ده طبعا شيء مؤسف ولو عايزين فعلا نفهم ظاهرة التحرش الجنسي في مصر وأسبابها لازم نشوف التربة اللي نشأت فيها ظاهرة التحرش الجنسي فلو بصينا المجتمع المصري في آخر 40 أو 50 سنة هو أصبح مجتمع ذكوري بامتياز في قطعات كثيرة منه في أوقات كثيرة بيحتقر المرأة وبينظر لها كمفعول به النقطة التانية أنه فيه غياب شبه تام للثقافة الجنسية السليمة ودور الجنس في المجتمع الدور السليم للجنس في المجتمع برضو فيه غياب المثل قلت آخر 40 و50 سنة ولكن نحن كلنا نذكر كيف كانت مصر في الستينات والسبعينيات كانت لبس المرأة مختلف تماما عما نشهده الآن في شوارع مصر ومع ذلك لم نسمع عن ظاهر التحرش ومثل هذه الجرائم يمكن لا صح نقول آخر 30 سنة هي الظاهرة كانت موجودة بس زادت جدا في العقد الأخير وبالذات في السنوات المعدودة الأخيرة ولكن أسباب ظهورها بدأ أنه يتخمر من الفترة دي من تقريبا 30 سنة فغياب مثلا القدوة والمثل الأعلى في المجتمع ده من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الجرائم ومنها التحرش الجنسي فعلى سبيل المثال لما يبقى فيه مسؤول موجود بيختصب مثلا أراضي الدولة أو كده فنلاقي الشخص المعدوم المتواجد في الشارع لو هو مش شايف فيه رضع لأي حد موجود في المجتمع هيبدأ أنه يتحرش بالناس اللي ماشيين معه في المجتمع الحاجة النقطة المهمة الأولة اللي لازم نشير ليها التحرش مش موجود بس في الشارع هو موجود في قطاعات كتيرة من الدولة المصرية والمجتمع المصري موجود مثلا في الأسرة فيه نوع من أنواع التمييز ضد المرأة والتحرش بالمرأة في أماكن العمل ومثلا فيه قطاعات تانية زي اللي حصل في مارس 2011 اللي ما أطلق عليه كشوف العزرية ده عملية تحرش جنسي بامتياز هل تقول بأن هناك خلل في مفهوم منظومة القيم المجتمعية؟ بالضبط فمثلا اللي حصل في كشوف العزرية كون العمل هذا الفعل لا يرتدي زي العسكري أو عمله في مبنى تابع المؤسسة العسكرية لا ينفي عنه صفة التحرش المشكلة أن نحن نيجي بعد كده نطالب هؤلاء الناس اللي هما ينتموا للمنظمة الشرطية أو الجيش أن هما اللي يحققوا القصاص من المتحرشين فإحنا لو عايزين نحل المشكلة لازم نبص لكل هذه العوامل ونبدأ أن نعليكها طبعا وجود قوانين رادعة وعقوبات زي اللي احنا شفناها النهاردة ده شيء مهم جدا في تحقيق أو كخطوة في القضاء على ظاهرة التحرش ولكن لوحدها مش هتحل الموضوع لازم يبقى فيه حل مجتمعي وتوعية مجتمعية تبدأ من ثقافة جنسية سليمة تبدأ من انتشال أو يعني حول التطهير قطعات المختلفة من المجتمع لكن هناك دكتور محمد يعني هل من يقول بأن يعني أنا طبعا يعني وقدر ما قلته بأن هناك المجتمع الذكوري وهناك آلية لقمع المرأة كونها أنتة يعني ولكن هناك من يقول أيضا الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد الخطاب الديني يلعب دورا كبيرا بتوجيه يعني وجهة النظر نحو المرأة كونها امرأة تحترم أم لا تحترم يعني كان هناك خطاب لأحد يعني أنا رد أذكر أسماء كان يقول بأن المرأة هي التي تحدد إذا ما كانت تريد أن يتحرش بها أم لا يعني هي التي تدعي هذا الفعل لنفسها بسبب لبسها بسبب مشيتها هو طبعا قائل هذا الكلام أي أن كان هو أمين حتى لو كان شيخ معمم يعني هو يعني متحرش أسوأ من المتحرش الموجود في شارع عشان هو بيدي له غطاء ديني للفعل اللي هو بيعمله ما ينفعش بأي شكل من الأشكال أن نلوم الضحية اللي هي المرأة في هذا الوضع أن هي حد تحرش بها فالدراسات أو لما نشوف ظاهرة التحرش المرأة المصرية أو في المجتمعات اللي بيحصل فيها تحرش زيها لا يؤدي إلى التحرش فشفنا سيدات منقبات في مصر بيتم التحرش بيهم في ناس بتكلم عن الكابت الجنسي الكابت الجنسي ما يقدرش أنه يشرح ظاهرة التحرش عشان شفنا أطفال وأشخاص دون سن البلوغ بيقوموا بالتحرش شفنا ناس متزوجين الطبقة الاجتماعية برضو ما بتشرحش الموضوع شفنا ناس من طبقات معدومة وناس من طبقات غنية قلت بأن هذه الظهرت ازدادت في الظهور بسنوات الأخيرة هل تعزو ذلك ربما إلى الثورات وإلى الميادين عندما خرجت المرأة تعبر عن رأيها السياسي وتشارك بالعمل السياسي أيضا فيه نقطتين في الموضوع ده هو أنا بشوف ظاهرة التحرش بالذات بالأعداد الكبيرة اللي بنشوفها مثلا زي ما شفناها في مدان التحرير ده عنف أخذ شكل جنسي وليس العكس بمعنى أنه هو في قطاعات في المجتمع أو شرائح في المجتمع تم تهمشها وتم التعامل معها بقصوة جمدة جدا زي مثلا على سبيل المثال مش الحصر أطفال الشوارع فالناس دي انفصلت عن المجتمع ما بتقدرش أن هي تتوحد مع الضحية أو تشعر بألمها فبيبدأوا أن هم ينتقموا من المجتمع بالهجوم على أضعف ضلوع المجتمع اللي هم في رأيهم المرأة بالنسبة لموضوع الصورات ممكن ننظر لها بكذا في كذا نقطة لازم نذكرها فيها ظاهرة التحرش في مصر ما ظهرتش من بعد صورة يناير ولكن هي موجودة من السبعينات كان بذات التسعينات كان في حدثة شهيرة لفتاة التي أطلق عليها فتاة العتبة فدي موجودة كان في آخر أربع خمس سنين قبل الصورة كل ما يبقى فيه تجمعات بشرية كبيرة في الميادين مثلا في الأعياد أو كده كان بتحصل حوادث تحرش خلينا نقول أن في أول 18 يوم في الموجة الأولى من الصورة المصرية حتى عزل الرئيس المخلوع حسني مبارك كان فيه غياب أمني تام عن المدان ولكن ما سمعناش عن أواضي تحرش أو عمليات تحرش علشان كان فيه هدف أسمى بيجمع كل الناس المتواجدين في هذه البقعة الجغرافية ولكن الغياب الأمني اللي حدث بعد 18 يوم وبدأ يبقى فيه بعض الناس اللي بتحاول تستغل لهذا الغياب الأمني فبالطبع الغياب الأمني ساعد على انتشار الظاهرة ولكن الصورة في حد ذاتها مش هي المسؤولة عنه لأن في 18 يوم ونحن نتحدث عن الجانب القانوني الآن أحكام مشددة تتراوح بين السجن المؤبد وعشرين سنة لسبع تهموا بقضايا تحرش كيف حدد القادي بأن هذه الأحكام يجب أن تكون من عشرين سنة وسجن مؤبد هل تتراوح الأحكام نسبة إلى درجة التحرش أم ماذا؟ أنا مش خبير قانوني فمش هقدر أن أنا أقول رأيي المهني في النقطة دي ولكن أكيد في حيث كان هناك مثلا درجات للتحرش ويجب أن يعاقب عليها المتحرش أعتقد ذلك وأعتقد برضو نحتمال حسب قوة الأدلة الموجودة والحيثيات الموجودة في القضية ولكن كشخص كمواطن مش قانوني أنا في رأيي الشخصي أنه لازم لو حد ثبت عليه التحرش ووصل يقين لضمير القادي أنه فعلا هذا الشخص تحرش بامرأة المفروض أن نطبق عليه أقصى ما يسمح به القانون علشان إحنا بقين عايشين في مصر في وضع أن نص المجتمع مش قادر أنه ينزل ويعيش بشكل طبيعي يعني ينزل الشارع أو المرأة تنزل نهاية تقضي طب يعني هل بالعقوبات يعني هل الحل بالعقوبات وتنزيل أشد العقوبات على المتحرش هل هذا هو رادع أعتقد ده جزء من الحل ولكن ده مش كل الحل لازم يبقى فيه يعني عملية عملية توعية واسعة عملية أن إحنا نبدأ نشوف جزور المشكلة أنا لا أدعي أن أقولت دي كل أسباب أو جزور المشكلة ولكن أعتقد أن دي بعض الأسباب وبعض جزور المشكلة ونبدأ نحلها من جزورها علشان إحنا لو بنعمل أحكام مشددة فإحنا كده بنعالج العرض وليس المرض ولكن المرض حيفضل موجود ولو حتى فيه أحكام مشددة أول ما الشخص أو مجموعة من الأشخاص يبدأوا يحسوا أن فيه غياب للمراقبة أو غياب أنهم ممكن ما يتمسكوش سوف يقومون بالتحرش مجددا شكرا دكتور محمد عبدالغني عضو الكلية الملكة لطباء نفسيين في بريطانيا مشاهدة الكرام ملفات انتهى شكرا لحسن المتابعة وعلى اللقاء